لبرا الناس المعروفة دي مين ممكن نروح له عندك لعب زي سعيد بن رحمة دفاع توترهم مش افضل حاجة سعيد بن رحمة رجع اساسي تاني مع اسابة جاروب بوين فلو هو مكمل وغايب هيبقى موجود اساسي اخر ماتشين كنفاية واعمل اتنين اسيست لاحة تاني عندك وهو هيرفي بورنز ده مش بس لعب هيفيدك في الجولة اللي جاية لا ده هيفيدك على مرة طويل لان لستر سيتي مازال مؤجله طلب ماتشاط هيلعب تلاتة دابل من الجولة تلاتة وتلاتين لتمانية وتلاتين فهيرفي بورنز هو احلى لعب في باخر ست جولات في الاهداف المتوقعة وفي صناعة الاهداف المتوقعة وفي الخطورة على الجل وبالتالي هو اللاعب الاول في اللي ممكن تعتمد عليه وحاجة اضافية كمان ان اغلب مشاكل بريندفورد بتيجي من الطرفين وبالتالي هو مرشح على الاول فرق في لستر سيتي لان انت ممكن تبص عليه لعب تانية نفس الفرق ممكن تبص عليه بنظرية الاجنحة هو ريكاردو برييرا الباك اللي مين برييرا احنا عارفين لما بيكون سليم دايما بيبقى خطر مشكلته الاكبر هي غيابه بسبب الاصابة مش هقدر اقولك تجيب باتسون داكا او اياناتشو لان الاتنين في غياب جيمي فاردي دايما بيبقى في روتيشن مستمر ما بينهم او قاب بتشوف ده او قاب بتشوف التاني فما مش حد فيهم تقدر باعتمد عليه بشكل نهائي مادسون طبعا نظل موجود وان كان انا بالنسبالي بفضل دايما هيرفي بارنز لما بيكون سليم عندنا ثلائي تاني بدع يظهر في برينفورد وهو كريسين ايريكسن وايفان توني ايفان توني رجع يسجل تاني بعد ما حلق شعره قابل الحلقة كان جاي بخمس تجوان في اتنين وعشرين موتش وبعد الحلقة اجاب خمس تجوان في موتشين ايفان توني بيرجع تاني عشان يقدم مستويات مميزة مع برينفورد فترة عادي كل المهاجمين اللي بيخرجوا من الدرجة تانية او بيطلعهم درجة تانية اوقات كتيرة بنشوفهم عندهم مشاكل وبعد كده بالوقت الدنيا بتبدأ تتحسن كمان وقدرته على صناعة اللاعب وازا هو بلعب في مكان مميز فالاتنين ممكن يكونوا مفوضين لبعض والاتنين سعرهم رخيص وبين ستة ونص واريكسن خمسة ونص فبالتالي الاتنين فرنج مقبول جدا تقدر تعتمد عليه كمان كلنا عارفين انه عندنا مشاكل واضحة في الكرة السابتة وفي العرضيات بشكل العام ليستر سيتي يستقبل اربعتاشر جون من كرة سابتة بعيدا عن ضربات الجزاء وده اكتر في البريمير ليج بيستقبل الاهداف دي سناية كمان لو انت مش قادر تجيب تمن رؤول خيمينيز وعايز تروح لحد ارخص فعندك تلاتة وان كان وانت بتشتريهم خلي بالك ان في نسبة مش قليلة خرج مصاب المبارا الاخير هتقدر تتابع لو واحد فيهم غايب فالاتنين التانين المفروض يكونوا موجودين او على الاقل هونج بودنسي بيدرونيتو الاخير فيهم لو هو مش جاهز بالنسبة كاملة بالنسبة اللي هو تسأل لي فانا لو هروح لحد في الهجوم والفرهامتون او في مص الملعب مش هروح لحد في الناس دي خالص غير رأقول خيمينيز للامان ولكن دول لو تأكد غياب حد منهم في المؤتمر الصحفي قبل ما تشتقدر تروح للناحية التانية على طول طيب لو انا خلاص هلعب ولازم هلعب فيهت ما عنيش حاجة تانية فهقول لك كده ان انت لازم يكون موجود معك اللعيبة اللي هي السابتة الاساسية عن كل الناس واحد من كين او سون زي ما قلنا دفاع من يفرهامتون دفاع من ارسنان الحقيقة اللي هتزع عليك بس في نفس الوقت لازم يكون عندك اربع خمس خيارات مختلفين انت بتدعف لي هت في جولة فيها اربع مطشاب بس يبقى لازم تخرج من الصندوق عشان لو حد فيهم عمل حاجة كبيرة هيعليك انت كمان بدرجة اكبر والدريم تيم بتاعنا الاسبوع اللي فات قسر سبعين نقطة ولسه فيه لعيبة منه وهتلعب في الجولة التانية اشتركوا في القناة